طباخ تيك توك الفقير تنبأ بموته وأحزن الأطراق الخبر معنا بيقول على الرغم من مرور أيام على إعلان وفاته فلا يزال العديد من محب التباخ الشاب طه ديماز الذي اشتهر على انستجرام وتيك توك يعبرون على مواقع تواصلوا اجتماعا حزنهم المرير بسبب وفاته تحت أنقاض الزلزال المدمر لدرب جنوب تركيا فجلس السادس من فبراير وما زاد الحزن مرارة في مقابلة له قبل أربع شهور قالوا أنه تنبأ بموته فيها ولأنه أجاب لما سألوه في المقابلة عما يعني بيخطط من مشاريع المستقبل قالوا أنه ما يعرفش إذا كان هيموت غدا ولا لا ما فصله البعض بأنه كان متشائم وكان قلبه دليله كان الشاب اللي بلغ من عام 19 سنة وجد جثة هامدة برفقة أخته ملك نور ديماز بعد 12 يوم من وقوع الزلزال تحت أنقاض منزل خلطه في قضاء آل إيفاري في مركز مدينة هاطاي حيث ذهبوا أخته لزيارتها قبل أسبوع من وقوع الزلزال فيما أعلن صديق المقرب راجب نارين الخر على الإنستجرام قبل أيام يشار إلى أن طه كان اشتهر بقوة على الإنستجرام بعد معاناة لسنوات كانوا يعانين لسنوات من السخرية والتنمر عبر فيديوهات الطبخ اللي كان بيصورها ورهف من بيته المتواضع والفقير في هاطاي وحاصد ما يقرب من واحد ونص مليون متابع على الإنستجرام وحدها